سيكون مثمر وهل روسيا مستعدة لن تستمير في العمل على أسواق الآسيوية على خلفية الأقباط البيزنس الفيتنامي يجد مصالحه في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا الاتحادية ولدينا علاقات متبادلة وكثيفة ومتينة في مجال الاستثمار وكذلك في مجال استكشاف واستخراج المواد الهيدروكربونية وكذلك في مجال التجارة والاقتصاد تحدثنا اليوم عن مشاريع في مجالات أخرى بما في ذلك في بناء وصناعة السيارات والصيدلة والصحة وغيرها من المجالات الأخرى ومن الواضح والمثير الاهتمام بأنه رغم تلك التقييدات والعقوبات قد ارتفع حجم التبادل التجاري إلى الربع والعلاقات تتحسن مرحبا وكالة تاس كيف تعلقون للتصريحات أن الجيش الروسي تواجه ضربات على المدن الروسية؟ بشكل مختصر أنهم يكذبون وهناك حقائق واضحة تقدمها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بشكل كامل وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية بغض النظر عن ما يصرح به زيلينسكي على الغرب أن يحدد مسئليته قبل شيء في المناطق الأوكرانية التي يسأل نظام كيف يستخدم الأسلحة ضد شعبه؟ مرحبا مع الوزير دعوة دول الغربية إلى استثناء روسيا من مجموعة العشرين القبرى كيف تعلقون لذلك؟ لا أعلم إن كانت أم لا فهناك دعوة من أندونيسيا وسوف يتم افتتاح جلسة وزارة الخارجية في بالي وإن كانت هناك محاولات فلم ترد عليها حكومة اندونيسيا مرحبا مع الوزير الصوت يرواضح السؤال كما يبدو عن المباحثات بين رئيس الروسي ورئيس فرنسي ودور فرنسي في المباحثات بين روسيا وأوكرانيا من حيث المبدأ نحن نجري المحادثات بحيث أن لا يكون هذا مخجل بالنسبة لنا إن صح التعبير ونحن مستعدون لمحاسبتنا بكلماتنا وأفعالنا ونحن قد علقنا على هذه المسألة فإن ممارستنا وخلال هذه الممارسة كانت عندما قمنا بنشر محادثاتي مع شركاء الفرنسيين والألمانيين عندما كنا نعمل ضمن إطار ربعية النورماندي لأنهم خلال هذه الصيغة كانوا يحاولون كنا نحاول إقناع بباريس وبرلين بوقف تخريب كييف لاتفاقيات مينسك والتي وقع عليها وزيران خارجية فرنسا وبرلين وألمانيا وكذلك صادق عليها مجلس الأمن الدولي وأعتقد بأن هذا دليل واضح على المعايير المزوجة التي أظهرتها فرنسا وألمانيا بأنك ضامنتين لاتفاقيات مينسك وعندما لم يرد